تنظور المسلمين اللي بيبقوا على هذا المصري الكيمين المصري بيبقى الجنازة بروب رمي الحنائي من ربي اهلا بيكم اهلا بيكم هل انتهى شهر العسل بين امريكا ومصر هل العلاقة ما بين الادارتين باقت كل واحد واخد اتجاه معاكس التاني لتضارب المصالح اللي بتعبر عنها كل دولة هل الكيميا اللي كنا بنتكلم عليها او الاعلام اللي كان بيتكلم عليها اللي بين الرئيس الامريكي والرئيس المصري ما بقتش موجودة الاسئلة دي واحنا بنترحها النهاردة اه مفروض نجد لها اجابة شايف ان 2018 هيكون عام صعب عام صعب بالنسبة للدولة المصرية صعب مش معناه ان انت داخل اختبار او انت حان انت مش عارفه او مش هتعرف تتعامل معاك بالعكس بس مش هيبقى عام الدبلوماسية النعمة لا هيبقى فيه لمس اكتاف مبارح ركزوا معايا في الخبر ده مبارح بتوقيت القاهرة الفجر يعني فجر اليوم ستة من اعضاء الكونجرس الامريكي قدموا مشروع قانون للكونجرس بحجة تسليته الضوء على ما اسموه محنة الاقباط في مصر ستة اعضاء من الكونجرس الامريكي من البابل الطاق كده البابل الطاق هم شافوا ان فيه مصريين مسيحيين وان هم بيعيشهم احنا وان هم مقهورين وانهم 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 وان احنا لازم ندفع عنه وكأن السفير الامريكي في مصر مش عايش جوه مصر وكأنه بيتابع ملف في دولة تانية وكأنه ما يعرفش الحالة المصرية القاصة بين مسلم ومسيحي وما يعرفش كيف تعملت الدولة المصرية على انه لا فرق بين مسلم ومسيحي على ارضه كلنا مواطنين يعني ايه ستة من اعضاء الكونجرس يقدموا هذا المطلب امس هل احنا دخلين في تشكيل لجنة من الكونجرس متابعة للشأن المسيحي وهل المسيحيين طائفة في مصر الاجابة لا الاجابة قولا واحدا لا ومش محتاج اقول لكم بقى كلام انشاو واصبحنا عنصر واحد وشوف السيسي في ليلة الميلاد المسيح بيروح كاول رئيس جمهورية مصري يحضر حفلات عياد الميلاد وان فيه كاتدرائية كاتدرائية اسمها ميلاد المسيح موجودة في العاصمة الادارية الجديدة وا 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 لا لا ما ليش دعوة انا مش رايح اقنع الغرب بس علي هنا ان انا اعمل العقل هو ليه كده فجأة هل علشان القرار اللي تقدمت بيه مصر في مجلس الامن وايدته 14 دولة وامريكا استخدمت الفيتو طب فين المشكلة ما انت استخدمت الفيتو يعني وانت لو ما كاني كنت هتعملي ده اذا انت كنت مبسوط امام شعبك وامام اللوب اليهودي وبتستعرض عضلاتك يحق للدولة المصرية ايضا انها تمارس دورها تحت ضغط ان المصرين بيقولوا هتعملي اي مصر في ملف القدس الاسبوع اللي فات وده خبر خاص بالمصر فاندي يعني اسبوع اللي فات ده جاء الى مصر بعد اعضاء الادارة الامريكية بعد اعضاء الادارة الامريكية طلبين ايه عرضوا على مصر يتم اجراء مناورات عسكرية بين جنود امريكيين والجيش المصري على ارض سينة بهدف تدريب الجيش المصري والقوات المصرية على محاربة الارهاب هو احنا لما اخذ لسه مستنيين حد ييجي يضرب قواتنا الامنية على كيفية محاربة الارهاب اه ما اللي احنا بنعمله في السبع سنين اللي فاته هو انت هتعرف الخريطة بتاعت سينة اكتر مني كجيش وبعدين ايه اللي هتدربنا عليه ايه اللي غايب عني وانت تعرفه وانا معرفوش احنا ليل نهار قاعدين في سينة قاقوات امنية مطلب غريب صح الادارة المصرية رفضت طبعا رفضت قولا واحدا وقالت لأعضاء الادارة الامريكية نرفض لاننا ارضنا سيادتنا جيش المصري مسيطر واحنا مش محتاجين تدريب ده ربما احنا اللي نديكم تدريب في مسألة مكافحة الارهاب يعني طبعا تروح اتدربوا دول تانية تعرف يعني ايه قوات امريكية في سينة ارجوك افهم للكلام ده وانا عملت حلقة من اسبوع 10 تيام قلتلكم فتحه على سينة في 2018 سينة مطلوبة سينة مطلوبة وجبتلك تصريحات اللي رجب طيب اردوغان وجبتلك تصريح لمركز بحث امريكي يتوقع مزيد من عمليات الارهابية في سينة واللي بعدها بكم يوم حصل اطلاق الساروخ من انصار بيت المقدس او الدواعش على الطائرة العسكرية اللي كانت بتقل وزيري الدفاع والدخلية المصري بقى انت جاي تحط قوات في سينة انت عارف يعني ايه قوات امريكية في سينة يعني انت اصبحت لابس كده ويش قاعدة عسكرية في سينة حليني بقى على بال ما تخرج انت عارف يعني ايه تخرج قوات دولة عظمى زي امريكا من بلدك لا مسألة صعبة قوي وبتتنازل عن جزء من ارضك لايه امريكا وده ضد عقيدة الجيش المصري يعني حتى لو القرار السياسي كان موافق وهو لم يوافق الجيش المصري هيرفض هذا ما تريده امريكا الكلام ده يعني هو خبر لم يتم تناوله اعلاميا ولم ينشر يعني وانا بقول لك هو انفراد للمصري افندي ان الادارة الامريكية طلبت تدريب الجيش المصري والقوات الامنية المصرية داخل سيناء على محاربة الارهاب وان الادارة المصرية رفضت رفض نهائي قاطع بات بعدها بكام يوم جالك الخبر بتاع الكونجرس ده يلا نبدأ نلعب مصر بملف الاقباط طب ده بالعكس بقى ده انت جاي جاي في افضل توقيت وانا بقولك مواطم مصري حر يتمتع فيه الاقباط او انا بسميه المصري المسيحي فيه مصري مسلم ومصري مسيحي يتمتع كل ما هو مصري مسيحي وعلاقة شديدة الود ما بين رأس الكنيسة القبطية ورأس الدولة المصرية مش محتاجة يعني انا لفسي حتى لاقي موضوع اجا اقولك لا ده فيه حقوق ده فيه كذا ده 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 فيه امور تناقش داخل البيت المصري طبيعي لكن هل علشان انا رفض ان انت تيجي تدرب قواتي داخل سينة فتلعبني بوراقة الاقباط فتطلع من كام يوم تقرير امريكي لمركز بحسي على اتصال بدوائل صنع القرار في امريكا بان سينة موطن لعنف شديد في 2018 طب ايه اللي عرفك طب ايه من اللي وفر الملازات الامنة للدواعش مش امريكا هي اللي خلت خط السير للدواعش بعد اما خرجوا من الرقة في سوريا فاكرين تصريح رجب طيب اردوغان الرئيس التركي بانه جرى تسفير الالاف من الدواعش الى سينة للاستخدامهم فيما بعد طب لما يبقوا الدواعش في سينة وانا وانت عارفين ده وقلنا ده في البرنامج ثم قوات امريكية طب افردوا قوات الامريكية تعررت لهجوم الدواعش يجو هم بقى يقول لك اعمل لي كاردون سينة دي بتاعتنا وحاجة ده شغل ثلاث وراءات شغل ثلاث وراءات علشان كده عايزكم تلتفتوا لعام 2018 وفي القلب منه سينة لو تسألني المعرقة القادمة على سينة لن تكون في العراق ولا سوريا ولا ليبيا ولا اي دولة وان السيناريو واضح وضوح الشمس تقططع سينة من مصر او جزء كبير من سينة او شمال سيناء على حساب المصريين ويتم حل الازمة او القضية الفلسطينية وتسكين الفلسطينيين في اذا الجزء وخلاص وشكرا طب انت مش هتوافق وطبيعة ترفض طبعا هترفض يعني مسألة مش محتاجة اقناع او نقاش كسير يعني نبدأ بقى فتقدير ان 2018 ستتعرض في الدولة المصرية الى ضغوط خارجية شديدة جدا وعلينا ان نلتفت لده يا اخوانا ضغوط وهتبدأ من امريكا نفسها اللي ظن بعد السزج ان امريكا خلاص هي ومصر او هي والعرب زي الفل يعني الامور لا تضرب هذا الشكل الامور في السياسة الدولية لا تضرب هذا الشكل هناك سيناريو مفروض ان يكمل حتى الاخر حتى الاخر اربط بقى ما بين طلب الامريكان الاسبوع الماضي بحجة تدريب قواتنا على محاربة الارهاب حط بعديها بكم يوم اللي هي فجر اليوم ستة من اعضاء الكونجرس الامريكي عايزين اللي يناقشوا ملف الاكباط وانهم متهاضين في مصر وعليك ان انت تسأل هو السفير الامريكي في مصر بيعمل ايه هي ايه الصورة اللي بينقلها في الخارج هل وضع المصر المسيحي في مصر النهاردة غير امن ما الكل مستهدف لو اتكلمت على تفجير كينستين طب وال310 شهيد اللي ماتوا في مسجد الروضة من اسبوعين 3 في بير العبد الارهاب لا يرحم هو بيأتي لكل ما هو مدني مسيحي مسلم اي حد مدني جيش شرطة لو انت عايز وصادق النية كادارة امريكية والرسالة للادارة الامريكية وللسفير الامريكي لو انت عايزين فعلا تساعدوا الدولة المصرية في محاربة الارهاب جاوبونا على اسئلة مين اللي بيوفر الملازات الامنة للدواعش مين اللي صفرهم عبر الضروب ودخلهم سينة ما تدونا الخرايط دي ما تدونا اسلحة مكافحة الارهاب ما تضغطوا على الدول الداعمة للدواعش في سينة وهي دول معروفة بالاسم ما انت عندكم حركة مراقبة الاموال في مختلف دول العالم ما انت عندك معلومات ده اذا انت كنت صادق النية كادارة امريكية علشان كده انا عاوز عايز نتوحد شعبا وجيشا دولة حكومة سينة ستكون وجع المصريين في 2018 سينة ستكون وجع المصريين في 2018 الدولة المصرية ستتعرض لمزيد من الضغوط من الادارة الامريكية مش عشان مجلس الامن وفلسطين خليك زكي ده شغل سياسة وديبلوماسي لكن لا انت امام رجل اعمال بيزنسمان ترامب الرئيس الامريكي وهو بيدير العملية كلها بشكل الصفقات يعني ما عندوش هو الحسابات بتاعتك ده وبالتالي علينا كمواطنين فعلا نكون داعمين للدولة المصرية اقصى درجات الدعم من الان وان احنا نركن على جنب اي خلافات صغيرة متر واحد من ارض مصر ارتوى ب دماغ شهدائنا لا يمكن اي مواطن مصري حيفرد فيه دا بيحصل مثلا في الوقت اللي برضو في نفس التوقيت من كم يوم للمرة الرابع على التوالي الارهابيين في العريش بيفجروا منزل ضابط قوات جوية بالجيش المصري المتقاعد دا بيحصل اه دا بيحصل بعد كم يوم من اطلاق صاروخ على الطائرة العسكرية اللي اقلت وزير الدفاع وزير الداخلية دا تغير نوعي في الحرب تغير نوعي في معركة الارهاب معانا تغير كبير وخطير المعركة شديدة الوطأ معركة عنيفة جدا في سيناء وانت لا تحارب مجبوعة من الارهابيين القتلة دواعش لا انت بتحارب اجهزة مخابرات يا اخوانا سيبك من العلاقات الدبلوماسية بالرؤساء الدول هو ترامب دلوقتي لو اتصل بالسيسي ماهو السيسي هيقوله بسائل فل ونتباحث ونتناقش واهلا بنائب الرئيس الامريكي دا كلام دبلوماسي تحية للدولة المصرية التي رفضت طلب الادارة الامريكية لتدريب جنودنا الاسبوع الماضي على محاربة الارهاب في سيناء دا كان هيبقى اكبر مصمار في نعج سيناء فجأة تلاقي قوات امريكية موجودة في سيناء وهم يخططوا يتقل لهم كم جندي امريكي ويقولك لقى دي منطقة معزولة ما لكيش دعوة بيها يا مصر هنرتب اوضاع الى اخره بقى شغل بقى شايف دا يحصل من كم يوم يجي لك الست اعضاء كونجرس ارجو من قداسة البابا توادرس اذا وصل الى علمه الخبر اللي انا اعلنته منذ دقائق عن ان ستة من اعضاء الكونجرس الامريكي عايزين يفتحوا ملف اضطهاد الاكباط في مصر عن يصدر بيام فعلا عن الكنيسة المصرية بما يرضي ضمير قداسة البابا توادرس يعني الواحد مش عايزين في ده يعني شخصية وطنية زي قداسة البابا توادرس لا تحتاج الى مثل هذه المناشرة والكنيسة المصرية مكون رئيسي من مكونات الدولة المصرية واحد اعمداتها الرئيسية خلينا نلتفت انا شايف حالة من حالات الرحرحة كده بانك مواطنين لا 2018 صعب 2018 شديد الصعوبة سينة في القلب منه وسينة مستهدفة للخطف يعني خلي بالك كلام ده حصل خلال كم يوم اللي فاته في نفس التوقيت انت لازم تربط بقى يطلع لك وزير الخارجية السوداني احنا بعثنا مذكرة للأمم المتحدة نرفض فيها ونعترض على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لان ذكرت فيها حلايب وشلاتين وحلايب وشلاتين سودانية رغم ان وزير الخارجية السوداني التقى بوزير الخارجية السعودي في تركيا عقب توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية في ابريل من العام الماضي قبله هناك وهنقه على توقيع هذه الاتفاقية الخبر موجود على جوجل والانترنت دور كده تهنئة سودانية لتوقيع هذه الاتفاقية طب ما انت مهني من سنة ونص ايه اللي استجد ان انت النهاردة تبعت للامم المتحدة ترفض فيها الاتفاقية نمت سنة ونص وصعيد فدقه اربطوا الحاجات دي هي فكرة وضع الدولة المصرية ومؤسسة الرئاسة وقيادة الدولة المصرية تحت ضغط خارجي دائم سد النهضة السودان حلاب وشلاتين تفجيرات في سينة كونجرس ستة عضاء يطلبوا فتح ملف الأجباط في مصر شايف علشان كده انا برجو من حضراتكم الانتباه ما عندي قلته لك في خبرين الخبر الاول ستة من اعضاء الكونجرس اللي عايزين يفتحوا ملف الأجباط في مصر الخبر التاني حصل للمصر فاندي اللي بعلن لك فيه ان الادارة الامريكية طلبت ربما تكون ضغطت على الادارة المصرية علشان ارسال قوات امريكية لتدريب الجيش المصري على محاربة الارهاب وانا بأفلك الفقرة دي او الجزء ده اللي يتعلق بحلاب وشلاتين طبعا قبائل حلاب وشلاتين ردوا على وزير الخارجية السوداني وطلعوا بيان يعني وبيكلموا فيه عن مصرية حلاب وشلاتين وانا مش محتاجة هو انا بس كان انا عندي سؤال والله بسيط كمواطن لا اقصد فيه العيب ولا اي حاجة والحكومة السودانية على الراسي والادارة السودانية على الراسي من فوق اركنوا الشعب لان دي علاقة ابادية تاريخية بس هو حضرتك حفطرت حفطرت مجرد افتراض خزعبلي ان حلاب وشلاتين تلك البقعة الصغيرة بتاعتك كحكومة سودانية وبتجرى عليها ماذا فعلت مع نصف دولتك التي تنازلت عنها ونشأت دولة جنوب السودان ده انت في عهدك السوداني انقصى من الصين في عهدك كعمر البشير الرئيس السوداني في عهد حكومته السودان اختطع واصبح نصفين طب مش تروح ترجع ما جرى خطفه منك والسودان انا مش عارف بقى اسميه بقى شمال السودان وجنوب السودان بس السودان كتلة واحدة معرض ايضا للتفتيت طب حافظ على وحدة كيان انت استلمت السودان اكبر دولة عربية كمساحة انت استلمت لما استلمت الحكم عبر انقلاب في تسعة وتمانين ما كانش فيه دولة اسمها جنوب السودان ستترك الحكم اجلا ام عاجلا في السودان جرى اقتطاعه منك دون ان تفتح فمك كيف ستواجه شعبك او كيف واجهت شعبك يعني انا موافق لما نكون امام قيادة تاريخية تدافع عن تراب بلدها زي مبارك لما دافع عن كيلو متر مربع اسمه طابة النهاردة هو بيفتخر بدا بيقولك انا مفردتش في سانتي السيسي يقولك استلمت مليون كيلو متر مربع اللي هم ساعة مصر اسلمه مليون كيلو متر مربع انت استلمت السودان كام وبقى كام السودان انقسم في عهدك في دولة كاملة اسمها دولة جنوب السودان ماذا فعلت جيت الكلمة على حلاب وشلاتين ده انا بقولك على هفتارد الناس سودانية ماذا فعلت مع نصف بلدك اللي ضعت الحاكم الذي تقسم بلده في عهده لا يستحق ان يجلس على الكرسي ده ما فيهاش نقاش الحاكم الذي يفرد في ارضه لا يستحق ما فيهاش نقاش من الملازمة انا هنا بكلمك بواطن مصري لو انت بتدغدغ مشاعر الاشقاء في السودان وبيننا يعيش على اراضينا اهل بلدنا من السودان خمسة مليون مواطن سوداني مقمين على الارض مصر لا يشعرون بأي فرق بين مصر وسودان خالص ده فيه زواج بين مصريين وسودانيين وعاشة وإقامة ورحلات خلاص احنا في الاساس دولة واحدة فانت سايب نص بلدك اللي رايح وجايدي يكلمني على حلاب وشلاتين طب روح يسترجع نصف بلدك الذي فقدته يعني خص الأجواء دي وانا بحذركم من 2018 وبحذرك على شانسينا وبقولك علينا ان ندعم الدولة المصرية في 2018 لانها تتعرض لضغوط عنيفة عنيفة شديدة الوطأ بيطمنك النهاردة رأس الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبيقول للمصريين لا تقلقوا احنا جاهزين لكل السينريوهات والرد عليها تحية لجيش بلدي العظيم وسنظل سنداً للدولة المصرية بكافة أجهزتها ومؤسستها سينة هتظل غالباً موضوع دائم في المصر فاندي في 2018 بس ده لن يسنين على مناقشة ايضاً الشأن الداخلي عندنا في قطاع صناعة الملابس مليون ونصف المليون عامل دي اسمها عمالة مباشرة اخواننا اللي هي العمال اللي وقفين على صناعة الملابس دي عمالة مباشرة فيه عمالة تانية غير مباشرة عندنا ما لا يقل عن سبع تلاف شركة ومصنع تعمل في قطاع المنسوجات والصناعة كان حجم التصدير كنا بنصدر لحد 2010 26% مما كنا نصدره للخارج 26% كان صناعته ملبسات لما يطلع لك تقرير من الغرفة التجارية المصرية يقول لك ان اجمال ما استورده المصريون في 2017 ملابس بس 49 مليار جنيه واستوردنا بمليار جنيه احزية معقولة 50 مليار جنيه انا 50 مليار جنيه انا بستورد بيها ملابس بدعم بيها الصانع الاجنبي بلدنا بقت مفتوحة بالشكل ده طب وولاد بلد المليون ونص طب المصانع المقفولة طب ايه هي الازمة كيف انا حلها ازاي 50 مليار جنيه يطلعوا بره بلدي تكلم في 2.5 مليار دولار الرقم مش قليل ازاي يخلي 50 مليار جنيه دي جوه بلدي ليه اقطاع الغزل والنسيج وصناعة الملابس بدل ما يبقى فيه اعمالة مليون ونص جزء كبير منها تشرط ما يبقاش 3 و 4 مليون ليه مبقاش دولة اعود دولة مصدرة للملابس في مصر قال لك جزء رئيسي من الازمة لما بتسأل المختصين والعملين داخل هذا القطاع بيقول لك التهريب بيجي لك ملابس من بره متهربة تب والتهريب ده بيتم عبر الحدود ومنافذ الجمرقية تجديد الاجراءات تجديد العقوبات عقوبات راضيعة تطلع لانك بتدمر مصدر كبير للدخل القوى انت في حاجة الى الدولار وهل صناعتنا من الملابس والمنسوجات رضيئة والله الاجابة لا والله حرم علينا نقول الكلام ده كيف نعيد الى صناعة الملابس المصرية رغنقها وجاذبيتها انا جيل اتربة انا من جيل اتربة وانا راجل خمسيني على المنسوجات المصرية ولا تزال فخرة والله شركة من الشركات اللي زال فل اسمها العمرية اعمل لها اعلان هنا منتج مصري مية في المية ندعم الصناعات دي مش عايزة اقول كلام انش الرقم خمسين مليار جنيه يجب ان تتوقف امامه لجان داخل البرلمان المصري عايزة واقف النزيف ده هذا النزيف ينبغي ان يتوقف بالعقل بالعلم مش مجرد قرارات وقعدة وكبيتين شاي لا ما هي مشاكل صناعة النسيج وصناعة الملابس في مصر واحد اتنين تلاتة اربعة كيف ما هو الحل والالتقاء بقادة هذه الصناعة وخبراتها انت عارف خمسين مليار جنيه يعني ايه يعني تقوم بلد تقوم مصانع كم مصنع مقفول خمسين مليار ده من جيبي وجيبك وكلام كنت بناقش احد الصناع قبل ما اطلع هوا بقول له طيب انا هيكون عندي حمية وطنية انا وجيلي اللي في سنه وربما لفروق الاسعار واشتري المنتج المصري بس عندنا مشكلة الشباب اللي طالع فيه حاجة طالع بقالها سنوات اسمها البراند ايه الجاكت اللي انت لابسه ده يا خير يعني ده مش براند الساعة لازم تكون براند الماركة قصده الماركة القميس لازم يكون ماركة والفشخارة ان انا اقول لك ده الماني ده ايطالي شبابنا بيعمل ده فبقوله طيب ده الشباب هو الطاقة المستهلكة لصناعة الملابس يعني انا اه هقول لك هاستخدم البجامات الانتاج المحلي بيدا لو مظبوطة انتاج محلي بلبسها وفيه هنا هو بس ما قدرش يذكر اسماء وبجيب منهم قلت له بس المشكلة في الشباب الجزمة التشيرت الايه الايه قال لي احنا مش هنخترع العجل ناخد توكيل من المركات العالمية دي ونصنعها جوا مصر توكيل ونصنع جوا مصر مقابل استغلال الاسم بنديله من نسبة بنشغل ولدنا بننزل انتاج في السوق وبنصدر ايضا هل دعوتي او استغاستي ستجد استجابة من السيد رئيس الوزراء ومن السيد رئيس البرلمان المصر فاندي يا دق نقوس الخطر خمسين مليار جنيه حجم استراد المصريين من الملابس الجاهزة في هذا العام والرقم قابل للتصاعد خلي بالك الرقم ده قابل للتصاعد ده انت ممسوك ممسوك في السعر عشان الدولار ما لو الدولار كان بعشرة بقى كان بدل اتنين ونص مليار دولار استوردت بخمسة مليار دولار مصر قلعة النسيج والصناعة الملابس في مصر هي اللي يتعمل فيها كده والرقم يبقى متداول بنا ولا حياة اللي من تنادي لا طبعا لابد من وقفة جدة حقيقة وارجو من السادة اعضاء لجنة الصناع بمجلس النواب يعقدوا اقتماع هذا الاسبوع ويفتحوا ملف يحاولوا الاجابة عن السؤال كيف نحل مشاكل صناعة الملبوسات في مصر ايه هي العقبات ايه هي العواقق اللي عليه قروض نسددها اللي عليه ديون نرفعها اللي عايزين دعم فن نوفره انت بتدعم صناعة بيشتغل فيها مئات الالاف وهتوقف نزيف الاستراد من الخارج ده جايلك شوف الخبر الجاي احنا بنطلع خمسين مليار جنيه برا يعني اتنين ونص مليار دولار ولما انت بتشتري ملابس من برا فانت بتدعم العامل الاجنبي لو شرم الصين يبقى انت بتدعم العامل في مصنع الملابس الصيني بتشتري من تركيا بتدعم العامل التركي في مصنع الملابس بتشتري من الالمانيا بتدعم العامل الالماني صح الكلام كده نشع عندك ايه مصنع قفلت يبقى عملت شردت يبقى زودت البطالة ده غير البطالة اللي بتطلع لك كل سنة يبقى انت عندك بطالة ايه وانت فييس شعب غريب دين ونص مليار دولار يطلعه برا عادي وانت ابنك عاطل في البيت وهو هذا العاطل بياخد منك فلوس ويروح يشتري التشيرت المستورة يعني هو يدعم عامل خارجي ولا يدعم نفسه تخيل ما ده معناها لو ابني قاعد عاطل في البيت عنده تلاتين سنة واخد مني فلوس يشتري تشيرت اجنبي ما كده بيدعم العامل الاجنبي طيب فيه مشروع مقترح تلقته لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان لصرف اعانة بطالة مقدرها 1200 جنيه للشباب اللي مش لاقي شغل بداية من سنة تلاتين وتصرف لمدة تلات سنوات مقترح حلوة هو البرلمان بيقولك نساند البطالة ما فيه اعانة بطالة في الخارج رد عليك دكتور محمد معيد نائب وزير المالية قال للأسف بح ابو بلاش خلص اساسا ما فيهش فلوس اقترحوا زي ما انتوا عايزين بس انا هجبلك هجبلك منين هذا الاعتماد ده انا عندي عجز مالي السنة الجاية ضخ 10% في الموازمة عندي عجز 10% وبالتالي اللي يقدم لك طراح زي اعانة البطالة علشان ما يطلعش قدام الشعب ويقولك احنا نواب البرلمان اهو قلنا اللي الحكومة تصرف 1200 جنيه والحكومة رفضت لا هي مش كده الحكومة عندها عجز في الموازنة العام القادم يزيد عن 10% حاجة تانية الدستور حاليا بيقولك لو انت عندك مقترح زي ده جوه البرلمان عليك ان انت تذكر الموارد بتاعته بمعنى مش انت حضرتك سيادة النائب عايز تصرف لكل عاطل 1200 جنيه شهريا لمدة 3 سنوات اذا انت قدرت عدد العاطلين في السن ده هفترض ان انت هتحتاج سنوان 10 مليار جنيه الدستور بيقول لحضرتك قول لي العشرة مليار جنيه هتجيبهم منين يا امر صح ولا غلط انت بقى مش انت المشرع قول هفرة جنيه على كل علبة سجاير اللي انت عايزه 50 قرش على علبة المعسل 10 ساغ على دستورة الاطر ما عرفش هتجيب من ايه انما ما تروحش للمالية وتقول لها دينا 10 مليار جنيه مثلا هتقول لك من ايه اللي مواغزة ده انا كل طلعت شمس بدفع عد كده احنا السنة دي 2017-2018 العام المالي كل طلعت شمس الحكومة بتستلف من البنوك مليار جنيه سلف الف مليون جنيه الفوايد هتوصل لـ 300 مليار جنيه المالي القادم طيب ما انت بدل ركزوا معايا بقى في اللي جاية دي ما بدل حضرتك ما تسرف اعانة بطالة 1200 جنيه للعاطل المصري ما تشغل المصانع اللي وقفت ما تقوم صناعة الملابس والنسيق في مصر على الاقل لما انت هتاخد 10 مليار جنيه حتى من وزارة المالية او حتى قروض من البنوك يبقى انت شغالوا هتسددها يعني ازاي حضرتك كبرلمان ازاي حضرتك كبرلمان بزمتك يا شيخ عاوز تدعم العاطل المصري وتدي له 1200 جنيه وانت في نفس الوقت هتعارف ان خارج من البلد 50 مليار جنيه سنوان استراد ملابس طب ما ترجع ال 50 مليار رجع نصهم قوم صناعة الملابس في مصر ابحث عن العرقيل ادعم هذا النشاط حتزود فرص عمل حتمتص البطالة حتزود الدرايب ارادات للدول يا سيدي لما تجيلك الارادات دي قول انا هقوم مصانع الغزل والنسيق في 2018 بس يا وزارة المالية لو سمحتي ما كانش مستهدف عندك ان المصانع دي هتديك الدرايب السنة الجاية ممكن نقططع منها جزء اعانة بطالة يعني شغالها كده وبدل ما تدي له سمكة اللي هي اعانة البطالة تدي له الصنارة مش ده دورك كبرلماني بالمناسبة يعني خلي بالك في قلب الوقت او في نفس التوقيت اللي وزارة المالية بتقول ابو بلاش خلص وان انا ما اقدرش امول مشروع اعانة بطالة لان ما فيش فلوس وعند عجز موازنة نهارده الرئيس السيسي بيدي لك تصريح بهذا المعنى عندما يتحدث على ان اي مشروعات جديدة هتعملها الدولة صعب انها تدعم على الاقل كمواطن ادفع تمن التكلفة ليه تعليق طبعا على ما قاله الرئيس السيسي بس ساعدوا نشوفوا الفيديو اللي قال فيه الرئيس السيسي هذا التصريح لن يكون سعر اسعار المشريع اللي جاية ديت ك للمستخدم اسعار عادية زي ما بتتقدم دي لوقت بكلمكم بكل صراحة لا هتبقى شاء النهارده انت هتاخد 20-30 مليار جنيه من البنوك عشان تعمل خط متره زي كده انفق بس من غير معدات اذا كنت انا فاهم لما نحط مهدات كمان يبقى بنتكلم في 10-12 مليار كمان ده مش هينفع ان احنا نعمله ويبقى التذكرة بالسعر اللي موجود دلوقتي ولا بضعف التذكرة دي ولا بتلت اضعفها ايه معنى كلام من رئيس السيسي بولك انا كدولة انا هاقترد من البنوك مثلا ضرب مثال 50 مليار جنيه عشان اعمل خط مترو انفاء بحفره بانفاء وكلام ما اقدرش ما اقدرش وانا سالفة كدولة الفلوس دي اديلك التذكرة من مجنيه واثنين جنيه ما انا ما اقدرش المشروع كله انهار انا كحكومة وكدولة مش عايز اكسب منك كمواطن بس على الاقل اديني تكلفة الخدمة يعني اديني تكلفة الخدمة ولا الخدمة تنهار في المقابل ما انا بلاقيك كمواطن بتركب المكروباس بتلتة جنيه وخمسة جنيه وبتدفع ده عن طيب خاطر ما اخلينا نتكلم بصراحة حاجة هنا اطبل لك واقول لك ويا سيسي وخلي الدذكرة بجنيه لا يبقى انا كده بخونك وبخون ضميري بصراحة لا المشروع كله انهار لا ممكن نقول للدولة ايه شوف التكلفة الفعلية واسميها على سعر الدذكرة والسيسي اساسا واخد القرار قالك ولا حتى طلت اضعاف يعني لو دذكارت المترو بخمسة ستة جنيه لازم تدفعها بس في نفس الوقت اللي انا هقول فيلي الحكومة يعملي التكت التذاكر دي بخمسة وستة وسبعة ان شاء الله عشرة جنيه حاجة قولها لا وسمحتي انا معاك قلبا وقلبا في اللي عملتين بس تعالي بس نعمل حاجة صغيرة خمسين في المية تخفيد لا اصحاب المعاشات خمسين في المية تخفيد للمعاقين يعني اتفاهم خمسين في المية تخفيد للطلبة ماشي بس الغباء كل الحاجات الباقي فالدولة تقولك ماشي يعني دولة تقولك هتحمل فرق التكلفة ده بس انا اركب مترو ادمي نضيف زي ما كان افتتح من عشرين سنة واركن عربيتي زي الفل مدفعش ليه عشرة جنيه او خمستاشر الشعب كله مش طبقة واحدة او ظروف اقتصادية واحدة في ناس ايضا قادرة على الدفع يعني انا بس اقايد الرئيس في قصة ان التكلفة يدفعها المواطن لكن بعض الفئات نراعي فيها طريقة الدفع انا ضربت امثلة بالمعاقين بالطلبة بأصحاب المعاشات واصحاب المعاشات اليوم عندي خبر مهم اه بعد الفاصل هقوله واحنا بينجيب سرط البطالة وبقولك خمسين مليار جنيه هربة برا مصر بنستورد بيها ملابس وكل ما تفتق عليه زيه بعد السادة النواب انهم يصرفوا عنة بطالة الف ومتين جنيه بدل ما يفكروا ازاي يوقفوا نزيف استراد الملابس بخمسين مليار جنيه بطالة هم في كل بيت يعني وكم الجوابات اللي بتيجي للبرنامج والبعض بيندهش يقولك لسه في حد بيبعد بي اه والله ما مش كل الناس يعني زي حضرتك عندهم ايميل وفيسبوك وكلام الناس لسه برضو الكل والله يعني النهاردة كنت بفرز الصبح عدد من الجوابات جات للسبوعين اللي فاتوا والله العظيم ما لا يقل عن سبعين في المية منها البحث عن وظيفة البحث عن وظيفة انا اعجز عن ده يعني بطالة بطالة بقى خلت سيدة مسنة في المنصورة توقف محافظ اد اهلية الدكتور احمد شعراو وتستغيث به شوفوا استغاثة ام مصرية لتعيين ابنتها وكم يعني ربنا يحفظها ويحفظ كرامتها بس كم يعني الايه التوسل مش عايزة استخدم تعبير اقصى من كده التوسل للمحافظ تعالوا نشوفوا الفيديو ده انا نزلة والله اجيب قدرة فالاكل بتاع بيتاكسك قلت لأ لانا هابوس رجلك والله لا ما شاء هابوس رجلك اسأل على ابوها مقترب في المحافظة كيفون العاملين لانت ما تعرفش عندي القلب ونزلت جال انا اسدى المحافظ انا اسدى المحافظ مواطنة مصرية هي متصورة انها اول ما هتشوف السيد المحافظ فهيستجيب له طلبها عايزة اقول لك المحافظ لا يستطيع لا يستطيع من سلطاته انه يعيلك حد في دوان عامل حكومة دوية الحكومية ده حاجة اسمعها درجة والجهاز المركزي للتنظيم والادارة يعني امر مش بالسهولة ده بس المحافظ خفف عنه لا حاضر هابلك يوم الحد يعني بكرة وحشوف ملف بنتك وحاول انه عينها ممكن يتصل بصديق ليه صاحب مصنع مستثمر يعني البنت في اي وظيفة السؤال بقى كم ام مصرية وكم اب يستطيع ان يقابل المحافظ وجه الوجه ويستمع اليه دي صدف هل هنترك تعيين ابنائنا للصدف ولا ينبغي ان يكون هناك مشروع حقيقي في الحكومة المصرية للتشغيل انسى كلمة التعيين للتشغيل انا عايز اشتغل اول مصحة الصبح من بيتي ان شاء الله الفجر انزل على شغل عندي شغل ويسيبك بقى من دوان الحكومة وكلام ده عندنا يعني عمالة متجاوزة للنسب العالمية بس ايه تشغيل تشغيل اي مشروعات وكم مشروع اتعمل للفترة اللي فاتت كان الواحد فرحب فيه وقلت يا ريتي انتشر في كل محافظات مصر فاكرين بركت غليون بتاعت السمك والنهارده الانفاء اللي افتتحها السيسي في الاسماعيلية البطالة قنبلة قنبلة موجودة في كل بيت بس عايزة تفكير وعايزة ايضا جزء من شبابنا يبطل فكرة ايه ده هيديني الف ونص الفين جنيه ده انا باخدهم مصروف من ابويا يا عم ابدأ يا عم الحياة مبتقافش على الف ونص الالفين اللي انت بدأ بيه مليونيرات واعازم الناس في البلد بدأوا من تحت التحت والنهارده وصلوا لمكانة انت مش عايز تبدأ في اول خطوة ما نعز المشكلة برضو ليه جانبين جانب ان انت عايز تضغط على الحكومة تعمل مصانع واستثمارات لتشغيل الشباب وجانب ايضا بتطالب فيه الشباب انه يغير فكره ان ما يبقاش اسير للوظيفة والمكتب وال وال وهيديني كام في بعض اصحاب شركات ومصانع عندهم مدراءة شعار الموارد البشرية لما بلتقي بيهم يقول لك واحنا بنعمل الاختبار الانترفيو مع الشباب فبقول للشاب لسه بسأله بقى خبراتك اول سأله يسأله انتوا هتدينه كام يقول له يا ابنة وانت تعرف انت هتشتغل ايه او ايه المهام او الساعات طيب ساعتك عاوز كام بس قالك بس يعني مدير احدى الشركات الكبرى موارد البشرية قال لي بسمع ارقام مهولة يعني من تمانية وعشرة وهو لسه بادئ اللي هو خبراته صفر يعني يا رب الخير لمصر انا هطلع فاصل قصير وبعد الفاصل عندنا خبر مهم عن المعاشات وايضا عن اموال مبارك اللي فك التي جرى فك تجمدها في سويسرا هل تعود المصرفين دي يقدم اقتراح يقدم اقتراحا لكافة رموز نظام مبارك بعد الفاصل اشتركوا في القناة